شهدت إناس عبدالدهيم وزيرة الثقافة ومحافظ سهاج طارق الفقي ثاني فعليات مهرجان أبي دوسع الأول للموسيقى والغناء والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ويأتي هذا المهرجان في دورته الأولى لتعكس فعلياته جهود تحديث خطط تحقيق العدلة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر خاصة الصعيد ظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد جسدها مهرجان أبي دوسع الأول للموسيقى والغناء الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا واتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمتعوا بالحفلات من الأسر والأطفال وشباب المحافظة وهو ما يؤكد أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر الرسول يأتي ميلاد مهرجان أبي دوس للموسيقى والغناء الذي يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ليؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة كأحد مفردات ومصارات التنمية وبناء الإنسان كما تعكس فعالياته جهود تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر خاصة في الصعيد نقل الأنشطة المتنوعة إلى المواقع الأثرية والسياحية يعمل على مسج الإبداع المعاصر بعبقرية التاريخ ويؤكد استمرار التمييز المصري عبر العصور كما يبرز الطابع الحضارية للمجتمع والذي يتصف بالثراء والأصالة وزارة الثقافة نفذت ونظمت ثلاث احتفاليات في صعيد مصر متواصلين أولهم كانت احتفالية التعامد في معبد أبو سنبل في محافظة أسوان ثم الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء في محافظة قنة ثم أتينا إلى سهاج لأول مرة فعاليات وأنشطة متنوعة في محافظة سهاج يمكن إحنا لو نتكلم عن مهرجان أبيدوس الأول دورة في محافظة سهاج ولكن من أيام قليلة كان فيه أيضا مؤتمر الأدباء كان موجود في تستضيف محافظة سهاج وخرج بالعديد من التوصيات الهمة جدا الإقبال الكبير على المهرجان يؤكد أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور ويعد معبد أبيدوس بمحافظة سهاج تكسيدا حيا يرسم صورة مشركة لمصر ليشهد العالم أجمع على أن مصر بلد الحضارة والتاريخ والفن والإبداع